مرحبا بكم في صحة ماك في العادة التاليوم رح نتعرفوا على فوائد زيت اللوز المر في رأيكم هل زيت اللوز المر فيه فوائد للوجهة على الإنسان؟ هادشي صحيح يحتوي زيت اللوز المر على الأحماض الدهنية اللي تساعد في الحفاظ على مستويات كوليستيرول في الدم كما أنه ينضم ضغط الدم يساعد ثاني على تقليل من التشنوجات العضلية كما أنه مفيد جدا للبشرة فوائد زيت اللوز المر كثيرة منها التقليل من الانتفاخ والهالات تحت العين يعني ليسا معالجة جافة في البشرة التقليل من ظهور علامات التمتد على البشرة التقليل من ظهور الندب على الجلد يعني لسيكات خيس تنعيم البشرة التقليل من حب شباب الوقاية من أضرار أشعة الشمس علاج تشقق الشفات كما أن زيت اللوز يحتوي على مواد كيميائية لها القدرة على تخليص الجسم من السموم عبر العرق والتبول ويساعدكم على التقليل من ارتفاع درجة الحرارة كما يساعد في التخلص من الالتهابات والبكتيريا والفيروسات اللي تتسبب في الأمراض لأنه يحتوي على مضادات الالتهابات والبكتيريا استخدام زيت اللوز المر على أماكن الآلم يعاونكم باش تنقصوا من الآلم هذك يعني من الحدة تاعه حيث أنه يقوم بتخدير الأعصاب موضعيا يعني سيقوم يونانستيزي لوكان زيت اللوز المر يساعد على الاسترخاء من خلال استخدامه في التدليك مما يؤدي إلى استرخاء العضلات والشعور بالراحة والتقليل من التوتر النفسي كما أن زيت اللوز المر يساهم في تغذية الشعر وتنعيم الشعر لأنه يحتوي على الفيتامين بسات ويساعد على التخلص من مشكلة تقصف الشعر لحقنا لهاية عدد اليوم إن شاء الله تكونوا استفدتم معنا من المعلومات اللي مدينا لكم واللي حبي عاودي يشوف الحصاتي اليوم يلقاها في الصفحات الرسمية لقناة النهار مبقى لي غير نقول لكم تهلا الله في صحتكم وسلام